لذلك أقول أن هؤلاء توزعوا وكانوا يصطادون الجزائريين ووضع مئة خط تحت كلمة يصطادون عندما يأتي جزائري ويهرب من الجزائر تتم هذه الجماعات محاولة استياده كيف؟ إذا كان ينتمي إلى الفيس يتم محاولة الزجبي في الانتماء إلى جماعات وخدمة تنظيمات وبينهم الكثير من سجنوا ومن لوحقوا من طرف الدول التي ينتمون إليها ومنهم من زج بهم في السجون على مدار سنوات طويلة ولا زالوا يقبعون إلى حد الآن وبينهم من قتلوا بطرق مختلفة وأيضا هناك إن كان هؤلاء من العسكريين من العسكريين تجري محاولة استقطابهم وتحويلهم إلى أدوات وأذكر أنا شخصيا عندما وصلت أول مرة إلى فرنسا تواصلت معي بعض الوجوه وأجزب هنا أنني لن أذكر أي أسماء لأنني لا أريد أن أشرف هذه الأسماء بذكرها ولكن العبرة في القصة والحادثة وليست في الأسماء تواصلت معي وهناك من عرض علي إغراءات إغراءات أن يستغل خدمتي من قبل في المؤسسة العسكرية ويؤلف كتاب ويكشف فيه عن مجازر الجيش الوطني الشعبي في الجزائر وحتى أحدهم ذكرت له قلت له أنا أؤلف الكتاب وأنتم أطبعه لي فقال لي لا أنت تروي لنا قصتك ونحن من سيتكفل بذلك وأنت لن تحقق شيئا سوى الاستفادة المادية والشهرة وما إلى ذلك وهو ما رفضته واتجاهته في إطار العمل الإعلام هذه حقيقة يجب أن نفهم أم عندما ترفض لن يقدم لك أي مساعدة هناك من هددني بأنه لا يمكنني أن أتحصل على اللجوء وسيعملون كل ما في وسعهم لمنع من الحصول على اللجوء السياسي في فرنسا وهناك 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 المهم أنك عندما يصل أي جزائري من الجزائر فارا من ظروف معينة من ملاحقات يتم استغلاله بطريقة فمن سارة في دربهم فسيعملون به وعندما تنتهي مهمته يرمى ولا عاحد يلتفت إليه وهناك من تكتلوا في إطار معين جماعة معينة عملوا جمعية هذه الجمعية تعرفونها جميعا سميت بجمعية رشاد تتكوى أسست بخمسة أشخاص بينهم كان محمد سمراوي وهو ضابط سامي سابق في الجيش كان في المخابرات الجزائرية وبعد ذلك استقال من هذه الجمعية وبقي أربعة أشخاص كل واحد معروف بتوجهه وانتمائه وكانت هذه الجمعية مغلقة على نفسها لا تسمح لأي كان أن يدخل بينهم إلا وفق مقاربة وشروط أوت وحسابات ليس المجال لذكرها وأذكر أنها عندما تأسست هذه الجمعية فتحت موقع الإلكتروني وفي موقع الإلكتروني فتحت منتدى هذا المنتدى تعرضت فيه إلى هجوم شديد حتى مرة كلمت أحدهم يقيم في سويسرا فأقلت لماذا يا أخي تتهجمون عليه أنا لم أذكركم ولا أتحدث عنكم ولا أهتم بأمركم فقالي أن هؤلاء الناس ينشرون إذا أردت أن ترد لا يمكن أبدا أن أرد على منتدايات وأسماء مستعارة أنت تسمي نفسك حركة معارضة تفتح منتداي لأسماء مستعارة تتفرغ للتهجم علي وعلى بعض الأشخاص الآخرين الذين لا يحلبون في أوانيكم وبعد ذلك تأتيني وتطالبني أن أرد على هؤلاء المجاهين والحقيقة أن الأسباب ليست هذه فهذه المجموعة كانت تريد أن تغلق الأبواب على كل جزائر قد يسرق منهم الأضواء قد يكون أكثر منهم شهرة قد يكون أكثر منهم تأثيرا فلذلك يلجأون إلى محاولات تشويه وعلى أساس أنه مبعوث في مهمة لاختراق المعارضة وهذا ما ردده الكثيرون والحقيقة أنه لم تكن هناك أي معارضة كانت هناك معارضات فردية هي أصلا مختلقة ولا تحتاج أن ترسل لهم الجزائر ضباط ضباط يعني أقولها وكنت تقولها لهم دائما خسارة فيكم تبعث لكم الجزائر حتى كبراد شاف أو جندي يؤدي في الخدمة الوطنية فضلا أن ترسل لكم ضابط ذاقة الويلاد المهم ليس هذا موضوعنا تحديدا موسيقى موسيقى موسيقى